بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة في كل لقاء نحاول أن نتذكر شيئا يفيدنا في الدنيا وفي الآخرة وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اليوم أيها الأحبة أحببت أن أتأمل معكم قوة التحكم بالإنفعالات طبعا ما سنتناوله اليوم يمس كل شخص منه بل ربما يكون هذا الفيديو أيها الأحبة سببا في إحداث تغيير مهم عندك إذا لم تكن قد اطلعت على هذا العالم من قبل من منا لم يندم يوما على كلمة قالها أو تصرف قام به من منا أيها الأحبة لم يفكر يوما بضبط انفعالاته ومشاعره من منا لا يتمنى أن يتحكم بعواطفه وتصرفاته تجاه الآخرين هذه أسئلة أحببت اليوم أن أجيب عنها من خلال نقاط محددة واكتشافات علمية وآيات قرآنية نحاول أن نفهمها فهما جديدا الحقيقة أيها الأحبة أنا أريد أول شيء أن ألفت انتباهكم إلى أن هناك كتب اليوم هي الأكثر مبيعا تتعلق بفن إدارة النفس فن التحكم بالإنفعالات والعواطف وفن التحكم بشخصيتك مثلا وقوة الإرادة والشخصية عنوين كثيرة جدا يهتم بها الناس اليوم ولكن على رغم أن هذه الكتب هي الأكثر مبيعا إلا أن القرآن العظيم فيه معلومات أكثر دقة ووضوحا ولكن للأسف نحن عنها غافلون طبعا أيها الأحبة أولا ما هي البرمجة اللغوية العصبية NLP طبعا ببساطة شديدة قد يسمع الكثير عن هذا المصطلح الجديد البرمجة اللغوية العصبية ولكن ربما الكثير من القراء لا يدرك ما هو هذا العلم وهل هناك إشارات قرآنية تتفق مع هذا العلم وهل هذا العلم مفيد أم فيه أساطير وفيه مخالفات شرعية الحقيقة أيها الأحبة هذا العلم لم يمضي على اكتشافه أكثر من نصف قرن بحدود أربعين سنة تقريبا فهاء المعلومات والقواعد التي وضعها علماء البرمجة اللغوية العصبية معظمها نجدها في القرآن العظيم إذا تأملنا وتدبرنا آيات القرآن برؤية جديدة الحقيقة أيها الأحبة لقد بدأ هذا العلم في السبعينيات من القرن العشرين وسبب اكتشافه هو الحاجة لتطوير مدارك الإنسان فقد كان بعض الناس يحقق نجاحا كبيرا في حياته وهذا ما لفت انتباه بعض العلماء فقرروا دراسة أسباب هذا النجاح ثم خرجوا بنتيجتين مهمتين أيها الأحبة النتيجة الأولى تقول إن كل إنسان يحقق نجاحا ما لابد أنه يستخدم طريقة محددة في إدارته لشؤون نجاحه وهذه الطريقة أو يمكن أن نسميها الاستراتيجية أو التكنيك في العمل هذه الطريقة هي التي حققت أو هذه الاستراتيجية هي التي حققت له هذا النجاح هذه القاعدة الأولى إذن القاعدة الأولى تقول كل إنسان ناجح لابد أن لديه التقنيات معينة استخدمها هذا منطقي طبعا القاعدة الثانية تقول إن أي إنسان يحقق نجاحا ما استخدام هذه التقنيات فهذا يعني أننا نحن أيضا قادرون على تحقيق نجاح مماثل فيما لو اتبعنا نفس التقنيات التي اتبعها هذا الإنسان الناجح نحن في الإسلام أيها الأحبة لدينا مثال واضح بكل تفاصيله لا توجد شخصية في التاريخ درست بكامل تفاصيلها مثل شخصية حبيبكم محمد عليه الصلاة والسلام ارجعوا لكتب التاريخ الشخصيات الحديثة والقديمة النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه ميزة أن كل كلمة ينطق بها هي قانون كل سلوك يسلكه هو سنة لنا كل حركة يقوم بها تأخذ وتوضعك تشريع أو توجيه نبوي يعني حياته مراقبة بالكامل من قبل الصحابة الكرام وحتى من قبل زوجاته رضي الله عنهم كيف كان يغتسل كيف كان يدخل الخلاء برجله اليسرى ماذا يقول عند دخول الخلاء دورة المياه اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عندما يخرج يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني وأبقى لما ينفعني عندما يدخل إلى المسجد اللهم افتح لنا أبواب رحمتك عندما يخرج اللهم افتح لنا أبواب فضلك عندما ينام اللهم إني توكلت عليك وأسلمت نفسي إليك إلى آخر الدعاء عندما يستيقظ الحمد لله الذي بعثنا بعد أن أماتنا وإليه النشور عندما يدخل إلى الأسواق أعوذ بالله من شرها وشر ما خلقت لها عندما كل حركة كل شيء تفاصيل كاملة موجودة لدينا في كتب السنة المطهرة وهناك للأسف من يسعى لهدم هذه الكتب وهذه السنة المطهرة وهي تمثل أعظم وأرقى نموذج في التاريخ أو في الكون الآن العلماء يدرسون شخصيات محدودة نجحت في جانب محدد وهو جمع المال مثلا حقق مليارات فدرسوا شخصية هذا الإنسان من هذه الناحية فقط وألفت عشرات الألاف من الكتب وهؤلاء الناس لم يكونوا ناجحين ربما اجتماعيا ربما نفسيا لم يكن ناجح هو نجح نجاح ماد فقط فاعتبر ذلك يعني مقياسا حبيبكم عليه الصلاة والسلام في كتاب المئة الأوائل صنفه المؤلف غير المسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم هو الشخصية رقم واحد على مستوى العالم لأنه نجح على المستوى الاجتماعي والمستوى الشخصي والمستوى السياسي والعسكري كل هذه المجالات يستحيل أن تجد شخصا ينجح بها مجتمعة إذا نجح هنا يفشل هنا يحقق شهرة في مجال ما على حساب بيته وأولاده مثلا أو تجد شخص يحقق نجاحا علميا على حساب نجاح اجتماعي ليس يفشل اجتماعيا يعني المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو النموذج الذي ينبغي النقيس أن يوضع كمقياس للنجاح لذلك أيها الأحبة نقول أن البرمجة اللغوية العصبية باختصار هي كيف تتحكم بدماغك كيف تستطيع أن تقوم بنجاحات كبيرة مثل الآخرين وكما قلنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو الناجح هو الأكثر نجاحا وبالتالي هو النموذج العمل الذي ينبغي علينا أن نقتدي به طبعا أحبة في الله البرمجة اللغوية العصبية تعتمد على تزويد القارئ بمجموعة من الأساليب والأفكار والمهارات التي تجعل منه إنسانا ناجحا وقويا ولكن يقولون إن الشيء الذي يضمن لك النجاح والقدر على التحكم بذاتك أو بدماغك أو السيطر على انفعالاتك هو أن تتعلم كيف يعمل هذا الدماغ إذا لم تتعلم كيف يعمل كيفية عمل الدماغ لن تتعلم شيئا لن تستطيع أن تنجح دماغ الرجل يعمل بطريقة مختلفة عن دماغ المرأة فتحدث مشاكل بين الرجل والمرأة لأن لا هذا يفهم كيف يعمل دماغ زوجته ولا الزوجة تفهم كيف يعمل دماغ الرجل الله خلقهما مختلفين وقال وليس الذكر كالأنثى فعندما تدرك كيف يعمل دماغ زوجتك وأن الله خلق هذا الدماغ ليعمل بهذه الطريقة هذه الآلية المعاكسة لك سوف تستطيع حل معظم مشاكلك وتنتهي مشاكل الطلاق والمشاكل الاجتماعية بمجرد أن تدرك كيف يعمل والمرأة كذلك لو أدركت كيف يعمل دماغ زوجها بطريقة مختلفة عنها إذن لتجنبنا الكثير والكثير من حالات الطلاق والمشاكل الاجتماعية ولكن للأسف نجد أن الزوج يريد أن يعامل زوجته على أساس أن تفكيرها مثل تفكيره فالشيء الذي يريد أن يراه صحيحا يجب أن تراه صحيحا مع الألم أن الله ركبها بطريقة مختلفة لتناسب ظروفها وحملها وتناسبها كأم تتحمل الأعباء وتتحمل الآلام وتتحمل الأحزان وغير ذلك الله صممها بطريقة مختلفة عن الرجل فإذن أنت أول شيء افهم كيف يعمل دماغك أولا ثم افهم كيف يعمل دماغ الآخرين من حولك وبخاصة أقرب الناس إليك طبعا أيها الأحبة العلماء اكتشفوا أن الانفعالات والأحاسيس والعواطف عند الإنسان لا تسيروا بشكل عشوائي إنما هناك برنامج دقيق يتحكم فيها وهذا هو السر في إطلاق مصطلح البرمجة اللغوية العصبية على هذا العلم فكلمة برمجة تدل على أن هناك برنامج خاص بالانفعالات والعواطف يمكن أو يمكنك التحكم به تماما كأنك تتحكم ببرنامج كمبيوتر إذن أيها الإنسان عندما تتخذ قرارا معينا هذا القرار قائم على أمور معلومات متراكمة عبر سنوات طويلة تجعلك تتخذ هذا القرار هذه المعلومات تتعلق بثقافتك بمصادر المعلومات بالبيئة التي عشت فيها بالمسلسلات التي تشاهدها بالأغاني التي تسمعها بالتفاسير التي قرأتها مثلا كل شيء كل مصادر المعلومات من حولك تشكل مخزونا هنا في دماغك عندما تريد أن تتخذ قرارا أن هذا العمل صحيح أو غير صحيح دماغك يستدعي كل هذه البيانات ويبني عليها فتختار هذا الطريق ممكن زوجتك تختار طريقا مختلفا وهذا الطبيعي لأن البيانات المخزنة في دماغها نتيجة بيئتها وتربيتها وكونها أنثى ظروفها تختلف عن ظروفك ستتخذ قرار غير القرار الذي اتخذته وتراه هي صحيحا وهنا يحدث الصدام بينك وبينها كل واحد يسعى لإثبات أنه هو على حق كما يرى هو من وجهة طهره فأنت إذا خرجت خارج دماغك وخرجت ونظرت إلى دماغك كيف يعمل مثل برنامج كومبيوتر وإلى دماغ زوجتك كيف يعمل وبدأت تتفهم لماذا هي اتخذت هذا القرار ولماذا اعتقدت هذا الاعتقاد ولماذا تحدثت بهذه الكلمة التي قد تحمل بعض الإساءة لك مثلا أو قد لا تعجبك سوف تفهم تماما ما الذي يجري في دماغها وسوف تتجنب الكثير من المشاكل الناتجة عن سوء الفهم ستعرف كيف تتعامل معها إذن أيها الأحبة كلمة برمجة تدل على أن هناك برنامج خاص بالانفعالات والعواطف يمكن التحكم به كلمة لغوية يعني أنك تستخدم اللغة في التواصل يعني أنت كيف تتفاهم مع صديقك أو مع زميلك في العمل أو في الدراسة أو مع جارك مثلا تتواصل معه من خلال اللغة لذلك سميت لغوية يعني لا يوجد طريقة أخرى تتواصل غير اللغة التي تنطق بها كلمة عصبية تعني أننا يجب أن ندرك كيف يعمل جهازنا العصبي والنفسي والبيانات المخزنة هنا في خلايا الدماغ لنتمكن من التحكم بهذا البرنامج وتوجيهه بالاتجاه الذي نريد تماما مثل معرفتك بلغة البرمجة في الكمبيوتر الذي تعمل عليه فكلما كانت معرفتك أكبر بهذا الجهاز وباللغة التي يستخدمها كانت قدرتك على التحكم فيه أكثر يعني الإنسان الذي لا يعلم خصائص هذا الجهاز يستطيع أن يفتح نافذة إنترنت ويشاهد مثلا يوتيوب وفيسبوك فقط طبعا إذا حدثت أي مشكلة لا يعرف كيف يتعامل معها سيغلق الجهاز وينسحب لذلك أيها الأحبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لمختلف فيه من الحق ونختم بقول الله تعالى هذه الآية ينبغي أن نقولها دائما تساعدنا على تثبيت الإيمان والنبي كان يدعو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك والله تعالى علمنا أيضا أن نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون اشتركوا في القناة